سائلة من الونزة تقول خطبني شاب لم يقبل به أهلي وهو يصر النهر بمعن ايه الله 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 هذا هائل وهو يصر النهر بمعن ونتزوج وكي يهرب معك وين تزوجه وشكونا عايز زوجك أين أهلك ووليك شكونا عايز ديلك خلينا من الولي شكونا عايز زغرة عليك ويدلك القطر ويكرم الناس ويدلي عليك عرسه وتهربوا يا سبحان الله هذا الزوج تعهول يود هذا وهو يصر النهر بمعن ونتزوج أنا محتار بين أهلي أو الهرب معه فما رأيك سيدي هذا الرجل لا يصلح لك لو كانت يحافظ عليك ما يقول لك شنا هربوا إذا هربتي معاه وتركتي دينك والولي ينتعك وكي تهرب معه وين رح يديك الفندق ضري ما وين رح يكرمك يعني راكي في الحرام عليك أن تلتزم بأهلك وتبلغ إلى أهلك واش قال لك ما تقعدين غير بينك وبينه في الفيسبوك في التليفونات وحده تعليل ديروها راكدة ويتهدر في تليفون يعمر لك راسك ومبعد يكره لكم ماليك يكره لكم ماليك واحدة البنت من الصالحات خطبها واحد من هذا النوع وصلي يقول لها وصلي يقول لها أرمي كابتك متى قاوة نانين سنة أرمي كابتك وهربي وإلا ما أقدرتش أرمي روحك انتحري وإلا ما أقدرتش أرمي روحك فطريك بشيد حسك الشاحينة حسبونا الله ونعم الوكيل هذا رجل لا يتقي الله لا تبقي معه بلغي الأهلك لا تهرب معه والله غريهينك هذه غير مرحلة الحب هذه مرحلة الحب هو يبيلك الحب الحب نهار يجيبك ويشبع وخلاص ويديقوتي ويمل يبدأ يقولك أنت لي هربتي وجيتي عندي والله غير يردك صباتك غالي عليك اتقي الله روحي بلغي المالك